ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل البطيخ الأحمر يومياً؟ يعد البطيخ الأحمر من الخضروات الغنية بالماء لذلك ينبغي إدراجه ضمنه وجباتك الخفيفة ويتميز بمذاقه الحلو والمنعش بالإضافة إلى كونه منخفض السعرات الحرارية وله فوائد جمة فهل فكرت يوماً بشأن ما يحدث لجسمك عندما تتناول البطيخ يومياً؟ أولاً ترطيب الجسم يحتوي البطيخ الأحمر على ما بين 90 إلى 95% من الماء وهو يساعد على إبقاء الجسم مرتوياً في درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف ولهذا السبب كان الكشافة في السابق يأخذون معهم بدل قوارير المياه البطيخ ثانياً خفض ضغط الدم وفقاً لمجموعة ميوكلينيك الطبية يحتوي كوب من قطع البطيخ على 170 ملغرام من البوتاسيوم وهو معدن مهم للتخفيف من تأثيرات السوديوم على ضغط الدم والحفاظ على وظائف الجهاز العصبي ثالثاً يساعد على إنقاس الوزن تناول قطعة من البطيخ كمقبلات أو فيئة السلطة من الطرق قليلة السعرات الحرارية للشعور بالشبع قبل تناول الوجبة حيث يحتوي كوب واحد من قطع البطيخ على 40 سعر حراري كما أنه يمثل استراتيجية مفيدة لخسارة الوزن وفقاً لدراسة نشرت في مجلة نترينتز رابعاً تفريغ الأمعاء البطيخ الأحمر غني بالماء الذي يساعد على تفريغ أمعائك بشكل منتظم خامساً يبقيك بعيداً عن طبيب القلب يحتوي البطيخ على عنصر تبين أنه يقلل مستويات الكورسترول في الدم ويخفف انسداد الشرائين وذلك حسب ما توصلت إليه دراسة أجرها باحثون في جامعتي بيروتو وكنتاكي نشرت في عام 2014 سادساً يساعد في التمارين ينصح بتناول البطيخ أو شرب عصيره قبل التمارين فقد وجدت دراسة نشرت في مجلة الفلاحة والكيمياء الغذائية أن الرياضيين الذين يستهلكون البطيخ قبل التمارين أبلغوا عن الشعور بآلام عضلات أقل في اليوم التالي ومعدل دقات قلب أبطأ ويعزي الباحثون الآثار الإيجابية للسترولين الذي يعزز الدورة الدموية سابعاً يحمي من السرطان مثل الطماطم يحتوي البطيخ على نسبة مهمة من الليكوبين وهو مضاد أكسدا يحمي من السرطان ويشير العلماء إلى أن الليكوبين يحمي الحمض النووي من التلف ويتوقف نمو الخلايا السرطانية ويحفز الأنزيمات التي تدمر مسببات السرطان ثامناً يحمي حاسة البصر الليكوبين من الكروتينات وهي ترتبط بالحد من خطر التنكس البقعي وهو تلف يصيب الشبكية نتيجة التقدم في العمر ويسبب فقدان البصر للأشخاص فوق الستين سنة والبطيخ غني باللوكوبين وفيتامين سي وهو مضاد أكسدا آخر مفيد للبصر تاسعاً البذور تمثل وجبة خفيفة جيدة إن بذور البطيخ غنية بالمغديات واللذيذة ويمكن تحميصها تماماً مثل بذور اليقطين وهي غنية بالبروتينات والمغنيسيوم والحديد والزنك والدهون الأحادية غير المشبعة وكل ما عليك فعله لاستمتاء بها هو رشها بالقليل من زيت الزيتون وتحميصها في الفرن على درجة حرارة 350 فيهرنهايت أو 176 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة وعندما تصبح مقرمشة رش عليها بعض المسحوق القرفة أو الفلفل أو أي نوع من التوابل أتوقع أنها ستكون وجبة لذيذة جداً وهكذا أعزائي أنهينا لكم ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل البطيخ الأحمر يومياً إذا أعجبكم الفيديو لا تنسى بدعمنا بلايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد دمتم برعاية الله